معي في الاستوديو المحلل والاقتصادي السيد رشيد الأنسي سيد رشيد أهلا ومرحبا بك الآن كما ترى بأن توجه الحوثي هو ليس جديد بهذه الجزية لكن الآن البنك المركزي كما يقال في صنعاء أو الجماعة هذه تصدر أحكام بتحويل طبعا الاستثمارات إلى حسابات جارية إلى ماذا تندر هذه الخطوة؟ أولا طبعا الجماعة الحوثية قامت بهذه الخطوة هي كانت تحاول منذ فترة بما يسمى بموضوع الرباء لكن كان يلزم إصدار قانون بهذا الشيء تعرق الإصدار القانون بشكل كبير يبدو أن حصل ضغط من البنك المركزي في عدن على البنوك بضرورة أن تتعامل مع البنك المركزي في عدن التي يمنعها الحوثي من التعامل مع البنك المركزي في عدن كان هناك ضغط دولي أيضا أن البنوك سوف تصبح مكشوفة بشكل كبير ولن تستطيع التعامل مع الخارج إما تتعامل مع البنك المركزي في عدن أو لا تتعامل مع الخارج بشكل كبير فكان هناك ضغط من البنوك في صنعه أجبرت البنك المركزي في صنعه على أن يسمح للبنوك بالتعامل مع البنك المركزي في عدن شريطة أن تتنازل على أرصدتها لديه طبعا هنا البنوك يعني كيف تتنازل في أرصدتها؟ هل تنفون حسابة جارية مجمدة؟ هي حسابة جارية مجمدة البنوك كانت لديها أذن خزانة في البنك المركزي في صنعها طبعا من قبل 2016 وكانت يعني كان يحتسب لها فوائد دون أن تستلم تلك الفوائد هي كانت مجرد أرصدها لكن كانت البنوك هذه أصلا مستحقات مواطنين المواطنين وضعوها لدى البنوك البنوك وضعتها في البنك المركزي كما كان يتم بشكل كامل وهذا دين عام على الدولة يعني على الحكومة وليس على البنك المركزي البنك المركزي مجرد مدير لهذا الشيء وليس من حق البنك المركزي لأنه يقوم يحولها إلى حسابة جارية لأنه البنك المركزي ليس المسؤول عنها هي أموال مواطنين تم إعطاها للحكومة كدين مقابل مشاريع الدولة كانت تقوم بمشاريع مقابل هذه الأشياء لكن الآن قامت تحولها إلى أرصد جارية دون أن تعطي للناس حقوقهم من حقك الآن أن تقول أنهينا أذن الخزانة نريد أن نحولها إلى حسابة جارية أعطي للناس أموالهم وهم أحرار بالتصرف نعم لكن الآن أنت تحولها إلى حسابة جارية وتمنع الناس أن يأخذوا أموالهم هنا أنت تنهي هذه الأموال أنت تحولها مع ارتفاع نسبة التضخم تحولها إلى هباء منثورة يعني أصبحت الآن أن تجد أموالك من يوم عن يوم تتناقص دون أن تستفيد منها هناك يعني ناس يعني كان هو مصدرهم الوحيد يعني هناك أرامل هناك أسر تيتموا كان لهم بعض من الإرث وضعوه في ودي على ذا بنك بيستلموا منه فائدة يعتاشون منها الآن توقف هذا الصفر وهم وغيرهم وغيرهم كثير هناك أموال صناتق التقاعد سنجد عندما يتقاعد الموظف أنه لن يجد ما ظل ثلاثين سنة يقصد له يعني تحسبا لهذه الفترة الآن سيخرج بدون راتب تقاعد ما تقوم به الجمعة الحوثية كارهة بكل ما تعنيه الكلمة نستغرب حتى أموال المغتربين والتحويلات مثلا هل قامت بالتصرف بها أم تكون بإحلال نسبة خاصة بها أم كيف التوجه بالنسبة لهذه الأموال الأموال أو ما يسمى هي تسمى بالحوالة المعلقة هي حوالة قامت بتحويلها أشخاص ظلت لفترة معينة لم يقوم باستلامه حتى يتم تجنيبها لدى شركة الصرافة أو لدى البنوك القانون الرقم 38 لعام 98 ينظم مثل هذا الشيء القانون يقول بأن تظل لدى شركة الصرافة هذه الأموال أو لدى البنك إلى مدة 15 سنة وبعد ذلك بعد ذلك تحول إلى حساب خاص في البنك المركزي لمدة 15 سنة أخرى ثم بعد ذلك تحول إلى حساب الحكومة العام يعني تدخل في حساب الحكومة العام مع بقاء حق صاحب المطالبة بها يعني أنه حتى إذا ذهبت إلى حساب الحكومة يظل الحق موجود وحق الناس يظل موجود لا يوجد قانون يعني يبيح للحوثين هذا ما مشهد تمكن خمس سنين من الحوث لا هناك أموال لم تنضي عليها شهور يعني وقاموا بمصادرتها وهذا شيء كارثي أن تتستغرب صمت الحكومة الشرعية التي هي وكيل الشعب صمت البنك المركزي في عدن على هذا الموضوع هو بإمكانه أن يمارس ضغوط على شركة الصرافة بالإمتناع عن تحويل هذه الأموال إلى البنك المركزي في صناعة بإمكانه الضغط عليها لكن يبدو أنه بإمكان طرح الموضوع على الجانب الدولي بالضغط على الحوثين بأن هذه أموال ناس وليس أموال الحكومة أو أموال القائمة على الحكومة هي أموال مواطنين نلاحظ أن ونحن نحتكم إلى قوانين دولية بضب يعني هنا ضجت الحكومة عندما قاموا بمصادرة ذلة الوزير الفلاني وذلة الولايقاء وقاموا بإثارة الموضوع على مستوى دولي إذن وحقوق المواطنين هذا لماذا لا يمتي إثارة على مستوى دولي لماذا لا تعقد لها مؤتمرات لماذا لا يعقد لها يعني قد تكون هذه الأموال تتعني للمواطن أكثر من سكنه في فيلاو أنا أشكرك جزير الشكر في ختام هذه الجولة الأخبارية اختتمتها معك أستاذ رشيد الأنسي